اليوم أول شغلي الاتيكات ما ننسى أبداً أنه هو سلوك هو حسن تصرف فالسلوك يجب أن يكون واضح لسبب أنه أنا وقت اللي برسل رسالة للآخر بسلوكي إن كان احترام أو عدمه فالمصالحة هي إلى كمان قواعد من الزعلين ومن يلي بده صالح أول شغلي وقت اللي أنا بزعل يجب أن أقول يجب أن أعلن أنه أنا في مشكل أنا زعلت ومش بستعمل الصمت كعلاج مثلاً يعني مش أنه أنا بسكت بدون ما أقول للآخر أني أنا زعلت ولكن الآخر كمان يجب أن يعرف أنه إذا أنا استمرت بصمتي بشكل غير مبرر شو لازم أعمل؟ لازم أسأل مش معقولي كمان حداً يضل خمسة أيام عشر تيام ما بيحكي معك يعني ينتقل من كل يوم بيحكي معك لفترة طويلة ما بيحكي معك أنت ما تسأل حالك ليه ما بيحكي معه هوني تنقول بالإطمئنين هلو تطمئن عليه بتشوفه زعلين هيدا خيارك تتركه زعلين وإذا بدك تصالحه كمان خيارك فإذا أنا وقتاً اللي بشوف حداً زعلين بدي يشوف قديش بيهمني يمكن هو بدي يعرف قديش أنت بتهمه يمكن بدي يعرف قديش هيك من الدليل حقه حسب طبعاً كل شخص وكل يعني العلاقة هي بتحكم حالها وبرجع بقول أنه لأ أنا إلي لقلي كتير مهم وأنا زعله كتير بيهمني وأنا ما بردأ أنه يكون نايم وزعلين مني أنا شخصياً إذا وصلت لها القناعة بلقط التليفون وبقل له أنا إذا زعلتك بشي بيعتذر ممكن إبعث رسالة رسالة ما فيا لوم بالأول يعني بالأول ما بيجي بدغري ولو دقيت لك ما رديت علي فأنا هوني بكون عم بزيد من منصوب الغضب عند الشخص الآخر قل له إذا أنا زعلين منك إذا أنت زعلين مني فأنا بيعتذر مسبقاً لأنه زعلك بيهمني بتقل له بس أنا بحب أعرف ليش زعلين لأنه بناء العلاقات الإنسانية هو من خلال تلك التجارب تلك المواقف يلي بيبين ليش الشخص زعل يمكن يكون موقف بسيط ولكن وقعه عنده كان كتير عالي فله السبب أنا بكون عم بتجنب أن يكرره وعلى الشخص الزعلين يقول ليش زعلين هايدي إنه أنا زعلين وإنت دب الرأسك وكتشف ليش زعلين هايدي منا مزبوطة اللامو بالات إذا بدك به هذه الأمور هي بتزيد من تفاقم الوضع وفي كتير ناس بتفكر أني أنا إذا بتركه يروق لح يروق أمرار كتير هذا الشيء بيكون عنده مفعول عكسي وينهي العلاقة ليه إلي لأنه اليوم هي فكرة أني أنا عم بتواصل معك ولكن وقتها بتواصل معك يجب أن يكون عنا فهم متبادل للأمور يعني أنا وياك عم نفهم الموضوع بذات الإطار يجب الحرص على الأصدقاء وعلى الدوائر المقربة القريبة أكثر من حرصي على الدوائر اللي بعيدة لأنه هيدول أشخاص أنا عم بخلق سابقة بقلبهم ما بدي إياها وأكيد ما بحب أنها تكفي فأي شيء بيصير يجب أني أنا أقول ليش زعليني هلأ تسألني طب إذا أنا زعليني وما سألني شو بعمل أنا شخصيا بترك فترة بسيطة وبرجع بيسأل حالي كتير سؤال مهم قديش إلي لو بيعرف أني أنا زعليني منه لح يتفاعل يمكن هو بعد ما عنده فكرة ممكن أنا كمان أرسله ميسج قل له أنا صراحة زعليني منك إيه مش غلط نقول أنه نحن زعلينين مش غلط نقول أنه نحن بحاجة لمرادات إذا حدا ثالث حابب يصلحنا تنقول لراني عرفت أنه نحن مخانئين وحابت صلحنا يجب أن يكون ذلك أن يتم ذلك بموافقة الطرفين بعمل عزيم وبقلكن اللي حتكونوا موجودين ونحن بدنا نصلحكم ما بيصير وهون يجب مساعدة الآخر ولقاءه بنص الطريق وتصفية القلوب يعني نحن عنا ديبريسيون كاملة بتشوف الناس قدرتها على التحمل صارت كتير أقل صار عندها سهولة بإنها تنطفد تزعل تعصب تصرخ تقول كلام نابي بعدين بتندم عليه هيدا سننا عم نشوفه أكتر وأكتر وأكتر إيشي بيبلش صغير وبيكبر إلا الزعل بيبلش كبير وبيصغر ترجمة نانسي قنقر